تحت رعاية معالي الشيخ سلمان بن عبدالله آل خليفة رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري الرئيس الفخري لجمعية السنابل لرعاية الأيتام أقيم الحفل السنوي للجمعية احتفاء بتفوق وتخرج ما يزيد على أربعين طالبا وطالبة من أبنائها المجتهدين في إيواع واحتواء اليتيم أجر عظيم مد اليد التي تنهض بكيان من فقد الأب أمر تداعت لفعله جمعية السنابل لرعاية الأيتام التي نظرت نفسها بأن تكون مصنعا منتجا للكفاءات من المنتسبين لها المعتدين بذاتهم المتسلحين بمعارف وعلوم تأخذ بهم إلى المشرق من المستقبل هذه مناسبة سعيدة علينا جميعا أن نشوف بناتنا وأولادنا الشباب أن أثمروا بنتاج طيبة وتخرجوا لخدمة هذا الوطن الغالي على الجميع وليس رعايتي إلا كجزء بسيط من الخدمات التي يجب أن يؤديها لهذا البلد وهذا الوطن الغالي وحنا طبعا رأس جلالة الملك الله يطول أمره اللي هو دائما يحث على رعاية شعبه واهتمام فيهم خصوصا الأيتام وهو أبوهم وأبو الجميع تكريم أبنائنا من المتفوقين حوالي 45 طالب وطالبة من المتفوقين الذين تربوا بنعم من الجمعية طبعا لا شك نحن نهتم بتعليم الأبناء حتى يكونوا يعني متسلحين بسلاح العلم وحتى يكونوا المواطنين صالحين يخدمون وطنهم ويخدمون قيادتهم ما يزيد على أربعين متفوقا وخريجا من أبناء الجمعية تم تكريمهم بالشكل الذي يليق بقوة عزيمتهم وإصرارهم على نيل أعلى الدرجات العلمية وذلك لم يتأتى لو لا تلك الجهود الرعائية التي تبنتها الجمعية بالشكل الوافي الذي أقدمت عليه بناء على حس المسؤولية اتجاه الوطن وأبناءه ممن يحتاجون لسند لا شكوك بثباته وجدوه وفرنا لهم يعني مثل ما دول كل سبل الروحة عشان هما يصلون طبعا نحن نكافرينهم منهما صغار من المدرسة وفرنا لهم كل شي يحتاجون من معاهد من دور استقوية ودعمناهم لحد مداشا والجامعة كفلنا بدراساتهم وحبين نحن نكافرهم طبعا بحفلة التخرج نشكر جمعية السنابل لرعاية ليتوم على رعايتهم لنا حق المسيرة الجامعية وكانوا لنا بمثابة الجهة الحاضنة لنا اللي وفرت لنا كافة سبل المصاريف الجامعية سواء من كل الجوانب جمعية ما قصرت معنا في أي شي من يوم من رساء أي شنا بي يكون جنام عيوننا وأي شنا بي توفر لنا بأسرع وقت وبقى وسع سبل الروحة وكوني مسخارجي الحمد لله وإن شاء الله أبر في وطن البحرين تسعة عشر عاما من الاستثمار الحقيقي بقدرات الواعدين من الشباب وتسعة عشر عاما رغبت عبرها جمعية السنابل لرعاية الأيتام أن توجه إمكاناتها كافة من أجل رعاية تعليمية وصحية واجتماعية متكاملة لكل يتيم ويتيمة طوعت لهم الأدوات والوسائل الكافية لسقلهم وتطوير شخصياتهم على الوجه الذي أريد له أن يكون لتلفزيون البحرين محمد رشيدات